مرحبا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج تفاصيله الأسبوعي اللي رح نحكي فيها عن أزمة الزبالي رجعت الدق الباب بأزمة الزبالي وهيدا الجمعة آلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية انهم رح يوقفوا يستقبلوا زبالة بيروت والجبل بمطمر الكوستا برافا فكترة الاتصالات لحال هالأزمة وعقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاجتماع بالسرعي الحكومة لبحثة بعد الاجتماع قال الوزير محمود أماطي انه رح ينبحث للحل الجزري بأسرع وقت بس هالحل بده أربع سنين اذا بلشوا الشغل فيه اليوم ومن هلأ لوقتها رح يشتغلوا على الحل الموقت بعد هالاجتماع أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية مع بلديات الشويفات انه رح يعطوا مهلة عشر تيام قبل ما يرجعوا يسكروا الكوستا برافا مش فلت لزبالة بلبنان منا جديدة الا انه الواقع انه مطمر برج حمود بتخلص قدرته الاستعابية بشهر قابل جاية ومطمر الكوستا برافا ممكن يتسكر فكيف بلشت قصتهم خلونا نتابع بتقرير الزميلة نور سليمان بال2015 غرقة شوارع لبنان بالنفايات بأزمة بيئية وصحية كانت الأخطر على البلد من بعد ما تسكر مطمر النعمة بضغط سياسة وشعبة بوقتها وعد وزير البيئة محمد المشنوق بانه يلاقي حلول جزرية تبين بعدين انه ايمي على استحداث مطمر جديدة ومنها موقع الكوستا برافا ليكون مطمر لنفايات بيروت الإدارية والضاحية والشويفات اللي بتوصل لحوالي 1700 تون يوميا الخبر البيئيين قالوا انه اختيار الكوستا برافا كموقع للطمر غلط كبير لانه حد المطار وعشت وقالوا اثر صحي خطير عن الناس وقدموا طروحات بيئية بديلة لمعالجة الأزمة الا انه بتشرين الاول من 2017 اقر مجلس الوزراء توسيع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود لثمانت شهر زيادة لحد ما يقدر المسؤولين يطلقوا مناقصة وينجزوا معامل التفاكك الحراري واقر المجلس كمان انه يصير الكوستا برافا يستقبل نفايات الجبل وينعمل معمل تسبيخ جديد هونيك ويتم تطوير معملاء الفرز بالعم روسية والكارانتينة خلال تسعة شهر وبحال ما تم تجهيز هالمعامل بتقدر بلدية الشويفات تتقدم بمشروع انشاء معمل اضافي للفرز بموقع الكوستا برافا واوصل مجلس انه ما تزيد كمية نفايات المطمورة بالكوستا برافا عن الف طن يوميا اعتبارا من اول 2019 الا انه كل المهل قطعي تمنحط والحل جزري عسكة تنفيذ وظل الكوستا برافا يستقبل نفايات فوق طقته واليوم ومع امكانية تسكيره مطمر برج حمود كمان قرب يوصل لأقصى طاقة استعابية له والوضع نفسه بالشمال فبلش تتقدس نفايات طرابلوس وزغرته والمنية الضنية بالشوارع من بعد ما تسكر مكاب عدوي لا ينحط لبنان اليوم قدام امكانية كبيرة ليواجه نفس ازمة الـ 2015 والسبب الحلول الترقيعية المنظمات البيئية سبقوا حزرت من انه ترجع الزبالة على الشوارع بلبنان خاصة ببيروت والجبل فهل تسكير مطمر كوستا برافا في شي من وراء وشو هي الحلول الجزرية خلونا انتبع هالمقابلة للزميلة رشا زغريني هل اقفل كوستا برافا في شي وراء بالنسبة لى مطمر كوستا برافا وبرش حمود واج دايدي خلينا اقول انه في شي بسموه conflict of interest أو تضارب مصالح مجرد انه انا كلما كبتونس بيلي بالبحر عم بربح متر ارض سو يلي ناويين يستثمروا هيدا الاراضي رح يكونوا مبسوطين اذا في ناس همامة كتير انه ينكب نفايات وينكب تراب وصخور وتكبر الاراضي لانه كل متر ارض رح ينبيع بالمستقبل باليف الدولارات متل ما صار بمطمر النورماندية اللي تحول لبيال او منطقة صوليدار بالبحر هاي اول نقطة هلا ليش انتلوا بسرعة انتلوا بسرعة لانه عم ينكب كتير رمل وبحص وصخور وهو الرمل والبحص والصخور عم بيجوا من جبال ومن مقالع وكسارات يعني اذا واحد عم بيحس انه المقالع والكسارات هاجمة عليه هو لانه في مصلحة انه ينكب اكتر اطراب وصخور بالبحر هلا ليش تسكروا هلا وعم بيصير في ضغط نحنا هلا عم مفترق طرق مجلس الوزراء قدامه في مؤتمر سادر بمؤتمر سادر اردي وصوا على ايلين انه نحنا بدنا ثلاث محاري سو لحتى تقدر توسع المحاري بديك تعملي دفتر شروط بديك تعملي دفتر شروط هلا طال المحرقة تركب بعد خمس سنين شو الحلول المطروحة؟ الحلول المطلوبة هينة جدا اذا هاتلتة الاف تون يلي عنا تقريبا هنا الفان وتسعة في من بيناتهم معمل خلص بيعمل كومبوستنج احنا قلنا انه في تقريبا شي 1400 تون اكل في معمل بيعمل 750 تون كومبوستنج خلص بالكرة اذا هيدا المعمل فيتعلاني فيت عضوية نظيفة بيطلعوا كومبوستنظيف بدل ما يروح على الطمر بروح على الاراضي الزراعية او على المقالع والكسرات لترميمة اذا في عنا هلأ حل هو 750 تون بلوس في اتفاق بين بلدية بيروت وصيدة انه يبعطولهم 250 تون فضلات عضوية يعني فضلات اكل على صيدة دونك صار عنا 750 و250 نزلنا الالفين وتسعة لالف وتسعمية بلوس اذا نحنا عنا تقريبا شي 900 تون بيتوزعوا بين ورق وكرتون وبلاستيك وإزاز والومينيوم ومعادن اذا هدولي كمانا فرزوا صاح شلناهن من المطمر يعني صار عنا 1000 ارجانيك 900 يلي هن بيروحوا ريسايكلينج او تخزين لأنه المواد بلاستيكية بتنطر على جناب بقي 1000 تون الالف تون بيروح على الكوستا برافا وكانوا عم بيقولوا رئيس اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الشويفير أنه نحنا لن نقبل بعد شهر نستقبل أكتر من 1000 تون فرز لزبالي من المصدر بيعتمد على تعاون الأفراد والفرز بيصير هو وقت ينفصل المواد القابلة للتدوير عن المواد العضوية بس الفرز في لبنان منه متبع وإذا بعض لبيوت اتبعته لزبالي عم ترجع تنجمع إجمالا بقلب المكبات شو رأي الناس بهذا الموضوع خلونا متابع تعرف شاني فرز لزبالي؟ ايه بارك تحط كل شي لحاله ايه بأكيد بارك يعني مثل ما تخبرونا أنه بحط البلاستيك والكارتون على جلب والمواد اللي أكله وأكله هاي مانيتاني يعني ننضي في بلدنا ومن كبز بالي عالطريق ونحط ثلاثة كاس واحد للتنك واحد لبلاستيك واحد للكلاتين تفرز ببيتك؟ لا لا لأنه عبير جعين جامعة متل ما شفت كذا محال عبير جعين جامعة على زبالي وحدي ايما في شك معلومة لدي حافظ على البيئة أنا اشتراك بالبيئة بدي حافظ عبيتي بالأول حتى عطي لغيري تفرز ببيتك لزبالي؟ لا ولا بللا بصراحة ما في فسيلتي زبالي بديك بديك شيلة شيلة البلاستيك شيلة الورق شيء أورجانيك لا في هالمحال حتى لو أنا فرزتهم انه بدي اجع كبهم نفس المطرح سأنا فرزتهم اجع بكبهم بزبالي تاحت مكننا عملنا شيء سواء لو كل واحد بيكون ببيت ونطور بيتعود الشعب يتعود أكيد يعني بس ما يكون لبنان عنا فاوضة بغضي مشي متل ما أنا ماشي باية العالم بحب أفرز بس كيف بدي أفرز ما بينفرز لأن ما في شي متوفر لقدر أفرز إذا نحن فرزنا هون هن بدي يخلطون يعني ش استفدنا أنا هم بفرز بباية بس عباحطون بالكم يون شو بدي يصير بحطوا كلهم نسوا مع بعضهم فكرت ولا مرة أنك تفرز لزبال اللي عندك بالبيت ما في فرز عنا مش موجود عنا الفرز بلبنان من الأساس مش موجود لو في فرز عنا بلبنان بدي نجيب الرقسم عني أفرز أنا إذا صار في قانون بيفرض على المواطنين اللبنانيين أنه يفرزوا ببيوتهم بتطبيق هيدا الشي ما بحثي قائد بثين عنا بالبلد ولا ممكن يشين وهي المشكلة بالكلمة أنه يفرض ما مفروض يفرض أنا مفروض تكون طبيعية القصة أكيد أكيد وهايك منكن وصلنا لخيطة محلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل إذا عندكونا أي اكتراحات لمواضيع حبين نطرح عملوا الكمنت وما تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة